اذكر الله وخلطائك في مجلسك اذكر الله وانت غاد إلى بيت من بيوته اذكر الله وانت ترقى سلم بيتك اذكر الله وانت بين أبنائك وبناتك اذكر الله في وكل آن وحي إن في خلق السماوات والأرض واختئا في الليل والنار آيات لأولي الباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار قال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت الله جل وعلا يقول ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس ومن غلب عليه استماع الفواحش والالتفات إليها والاشتغال بها حرم من نعمة ذكر الله ومن غلب عليه حب الله والرضى بدينه والمسارعة إلى مرضاته غلب عليه أن يذكر الله في كل آن وحين وليعلم كل أحد أن ذكر الله حياة الضمائر وأنس السرائر وأقوى الذخائر قال أصدق القائلين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب شكرا للمشاهدة